لطلاب الورود ايضا عدنا صوت ال اي دي شون هذان الحروف اللي اني لقاهن في نهاية الكلمة تلفظ بثلاث طرق طريق الاول اذا انا عفت اللفظ تي يا بش وكتي اللفظ تي اللفظ تي اذا اجاني قبل الاخير اسف اسف اللفظ اي دي خلينا نبدلش بالاي دي اسهل اذا لقينا قبل الاخير لو تي لو دي شلون يعني يعني على سبيل المثال عدنا كلمات وانتد فالوانتد لان لقينا تي قبل الاخير فهاي ال اي دي رح تللفظ ات ها اما اذا لقينا شوفونا على هاي منبر زف جذل حب اسميها هانهي شي اي ام ان بي منبر نقسمها على مودي يصير لفظها حلو زف ج ذ و ال منبر زف جذل شون شبيها المنبر زف جذل على سبيل المثال نريد نقول رومد ما دام شوفونا الفظة المفروف مع الفظة لقينا الان قبل الاخير اذا هاي تللفظ دي ها تللفظ دي مثال اخر سيف دي طيب هس افتهمنا انه اذا لقينا منبر زف جذل قبل الاخير خلي دي وذا لقينا تي ود دي قبل الاخير تللفظ اد عدا ذلك تللفظ تي عدا ذلك بالمناسبة ما جيبنا طاري اصوات الحروف العلة ما تحتاجوهن حسب منهجكم شون يعني عدا ذلك مثلا هاي الكلمة بوك لينا الكي موجودة هنا لا موجودة هنا لا اذن تللفظ بوكت نعم ال اي دي هاي تللفظ تي بوكت زيان ناخذ امثلة الامثلة الموجودة حاليا بالملزمة مات الطلاب الورود تعال نشوفها يقول هاي ال اي دي وين القاها نلقي قبل الاخير لو دي لو تي اكسبور تد تد اسمعها زيان يقول لي هاي تي يكون قبل الاخير ما القي لا تي ولا دي وما القي واحدة من ذني ها اهنا لقينا قبل الاخير تي وهنا لقينا قبل الاخير دي احنا لقينا قبل الاخير بي وهاي البي ما موجودة لا بالحالة الاولى ولا ثانية 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 ثالثا يقول وينها القدي كون قبل الاخير منبر زف جذل منبر زف جذل طيب وينها ولا واحدة لا موجودة ركز بيها هاي الحالة شعبة اسمها يوز يوز اذن عندنا زي يوزد سى شون ميز بينات هين لا هاي تحفظها لحفظ لانها حالة شعبة بصالت الفكرة يعني مثل هاي مثلا هي ما عندك السياحة فلا توهم بها هنا الأصوات الصحيحة رح ناخذها في الدرس القادم شكرا جزيلا